نجح الأهلي في البداية والانطلاق الإفريقية بالفوز على ميديامة الغاني هنا في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل لشيء في انطلاقة مباريات دور المجموعات وبإذن الله تكون بداية موفقة للنادي الأهلي الأهلي مقبل على مباريات همة وقوية وحاسمة خاصة أن الدور الأول لدور المجموعات بالكامل سيلعب قبل السفر إلى كأس العالم للأنداء بالإضافة إلى مباراتين في الدور العالم حالة النهاردة من برنامج في كتفك يا أهلي عبريالا كورا وجيء اللي سي سبورس بالتأكيد عن التكلم على تفاصيل مهمة بخصوص هذه المباراة والمرحلة القادمة للنادي الأهلي وعندنا مجموعة من الأخبار والكواليس والتحليل الفني مع صديقي العزيز زاكريين سعيد مسائل فولة كيف؟ مسائل فولة محمد ومسائل فولة كل متابعي برنامج في كتفك يا أهلي مع جيء لسي أكيد بداية كويسة على عكس آخر سنتين في دول المجموعات الأهلي يعني ما كانش بيحقق الانتصار في المباراة الأولى بشوف إن مباراة مديامة شيء جيد إن انت تبدأ دول المجموعات بالذات ده اللي هو السنة دي بانتصار كبير وانتصار مريح وكمان كويس إن المجموعة في وجهة نظري مش هيبقى فيها ضغط كبير والله حكذا من البداية إن الأهلي وشاب الوزداد حيحسموا المنافسة على المركز الأول والتاني ويتبقى الموجات المباشرة ما بينهم هي اللي هتحدد إيه المتصدر ده بقولك ليه مهم يا محمد السنة دي لإن السنة دي فوجة نظري فترة الجاية مش محتاجة مش محتاجة قلق كتير عن دول المجموعات والتأهل عنه زي السنة اللي فاتت اللي السنة اللي فاتت كان فيه مساحة لده السنة دي لأ مفيش ليه بقى واحد انت داخل على مقبل على جدوى الأجندة صعبة جدا إنه دي الأهلي صعبة قوي ويه بتتحول من بطولات مختلفة والناس زي متعرف حاجة إن الشيفتنج بس من بطولة لبطولة بعيدا عن هتلاعب مين يعني بعيدا عن طبيعة المنافسة التحول من بطولة لبطولة ده أمر مرق للعيبة جدا إن انت بتغير تركيزك وبتغير فكرة والجهاز الفاني نفسه أي تعثر أو أي قلق بيواجهك بيبهدلك الدنيا لو تفتيك الساعة اللي فاتت تأخر النادي الأهلي في بداية دول المجموعات في دولة أفروكيا بلا هزيمة أمام الهلال السوداني ثم التعادل أمام سانداونز في القاهرة وخصوصة الخمس نقاط دول عملوله أزمة فضت لغاية مطش الهلال السوداني في الآخر وكمان أصارت ساعتها لو تدخلي بالك في وسط مباراة الأهل كان بيلعب في الدوري الجميع جديد يقول لك طب احنا برضو لسه موقفنا في دولة أفريقيا آه حب نكسب كلها بس ده بيعمل لك تشويش خالي النادي الأهلي دلوقتي بيلعب دولة أفريقيا بعد كده يلعب دولي بعد كده يرجع يلعب دولة أفريقيا بعد كده يرجع يلعب دولي يروح يلعب في مونديال أنديا بعد كده يجي يلعب دولي أو دولة أفريقيا بعد كده يروح يلعب في كاس السوبر المصري بعد كده هيبقى فيه منتخب مصر ياخد للعبات الدولية ترجع تلعب دولي وتلعب دولة أفريقيا وتلعب نهائي كاس مصر الموضوع فعلا موضوع صعب وصعب جيد السيزن ده سيزن يعني ملغم وأجندة صعبة للغاية ويه مهم قوي في كل بطولة ان انت تحسم التارجي بتاعك بدري طيب مطشي مبارح لو كولر مش مركز بدري في المطشي كان ممكن المطشي يهرب منه يعني تأخر في التغييرات خلاص احنا متعودنا على ده لكن الشوت الأول ضع في تفاصيل ما كانش الأهل محتاج ده وكان لو كان بدأ زي مغير في الديا ستين كان ممكن يخلاص المطشي بسكور أكتر من كده والله يشوف أمانة على المصطوع الشخصي من بداية المباراة أنا يعني حسيت اني ما فيش تنفس ايه مديامة فهم بعيد الفريق بعيد قوي عندهم ولد كويس قوي اللي هو جونسون سوا عجبني اللي هو الجناح الأيصر الوحيد اللي عب الدولي اللي بيتاخد في المنتخب غانا بس الفريق ككل أمانة ما يحسسكش ان انت في عندك قلقة انت قاعة بتتفرج عارف ان الجون جاي جاي معاك طبعا اللعيبة يعني بتقزم المواضيع عن نفسها يعني انت ما تجيب هدف بدء أو هدف انت خلينت شوت الأول داخل سهل صفر خلاص بتبتدي المساحة على المارسيل كولر شوت التاني يدي فرصة أكبر للعيبة ان هو كمان يبدأ يجرب حاجات هو ممكن عايز يجربها تضييع فرصة كتيرة في شوت الأول عدم الحسم المبكر ساعات بيضيف عليك ضغط بس برضو هاجا اقولك ان مع نزولة يعني افشة في الشوت التاني و بيرسي تاو لما نزله مع بعض في الديا واحد شتين التقدم ما تأخرشه أكتر بالزلط من خمس دقائق ان هدف الأول جي في الديا ستاو ستين فهو الراجل يعني ماشى المباراة زي ما هو عايز واللي يدول حتى وليس بتكلمني بعد الهدف الأول ما جيه في الديا ستاو ستين انه دي الأهلي جاب هدفين بعديهم بشكل شكل سريع جدا ده معناه ايه؟ الفرق من نوعية ميدياما وانس ان هي دخل فيها هدف موضوع خلص موضوع منتهى لانه وانس ان هو بدأ يفتح خطوطه هو ما عندوش التكتيك وما عندوش الخبرة وما عندوش القدرات الفنية ان اللعيبة يبقوا على نفس القوة الدفاعية وهم فاتحين خطوطهم زي ما كانوا قفلينها ان ميدياما ما عندوش وميديه فني حتى قالها احنا قطى دعنا حرية كوناكري في اتين وثلاثين وطبعا النتيجة مفاجأة اسمه حرية كوناكري في افريقيا اكبر بكتير من ميدياما بس هما طبعا كانش عندوهم بغير حل وحيد العب ده من الاهلي وبعد كده العب على المرتداد الكورة الاولى اللي هي اتمام عشور وكهربا دي لك تم احراز الهدف اول خمس دقايق كنت هتلاقي مباراة تخص بسكور طيب لو عسلك على كريم فؤاد البداية بكريم فؤاد في الماطش ده كانت مفاجأة بالنسبة لكل الناس؟ لا انا بالنسبة لي مع مارسيل كولر محستش خاصة مفاجأة انه يعمل روتيشن في كل مركز بيعمل براحته يعني هو معاود اللعبة كلها كله اساسي انا اللي ببقى ليه بعض الاختيارات المعينة وهو واضح انه بيبقى له هدف معين في كل مباراة حتى ايفن ايفن لو هو هدف انضباطي خلي بقى ساعات يعني مش الهدف بقى هني ساعات ببقى هدف انضباطي مارسيل كولر اشك ان في حد في مصر حطيت له قاعدة في مسألة البدء بالتشكيل الاساسي او حتى التغييرات انسى موضوع اه لا خلص اه اه ده حقيقي فانا بقشوف ان هو بدأ بكريم وبدأ بحسينك اكيد كان عنده وجهة نظر معينة الشورة التانية دخل بيرستاو بيرستاو طبعا زي ما قلت تخوله ما عافش حل الدنيا بس بقى شوف ان المجموعة اللي بتلعب فيه الاجناحة على وجه التحديد اكتر عناصر مستقرة وفيها مرونة اه وهم كمان واضح انهم يعني يعرف هو ايه خلاص بقى فيه سيستم يعني الكريم فواد نهاردة بقى انا نتعامل معاه خلاص ان هو جناحه الجميل اه مش باك مش حطه خلاص فهو مسألة الباك خلاص هو الباك بالنسبة الايام اللي نزبانه اكلم توفيق ومحمد هني كان الكريم دخل مع المجموعة الامامية طيب جزء مهم جدا برضو محتاجين نتكلم عليه بعد غلق المشوار الافريقي مؤقتا ماتش سموحة في الدوري يوم السلساء المقبل وهي مباراة همه جدا ولكن مش هتكلم في نقطة فنية يا كريم كولر بيحب يلعب في صادقاهرة ولما كان عايز يلعب ماتش ميديامة الغاني كان عايز يلعب في المؤولين لكن الكاف رفض لان السلام هو اللي معتمد هو برج العرب وكده فلعب فيه استاني السلام انبارح في ملعب السلام بعد المباراة كولر قال ارضية الملعب متأثرة بنتيجة المباراة الكتيرة وكان جزء من تأخر الاهلي في النتيجة ماتش سموحة لعب في ملعب المؤولين فكرة كولر انه يلعب في المؤولين ودي الاول مدارف في النادي الاهلي عايز يلعب في استاد المؤولين كل مباراة سواء دوري او افريقي حتى لما استاد القاهرة يتفتح الفتر الجاي شوف هي مش اول مرة اللي مدير فاني بنتيجة الاهلي يتكلم عن موضوع الملعب انا افتكر ايام مانوة جزء كان العكس جزء ما كانش يحب يلعب في المؤولين او كان بيحط سيستم مختلف ليه ملعب المؤولين كان دايما يقول ليه المؤولين ملعب باية والفرق اللي بتعمل زون ديفنس قدامي بتتعبني في المؤولين انا احب بلعب في الملاعب الواسعة يعني برج العرب استاد القاهرة كانت لساعدة لساعدة طبعا كانش فيه السلام كان فيه كل الحربية كان جزء دايما يبعد عن المؤولين عشان المؤولين ملعب داية واي فريق يلعب وزون ديفنس فيه بيداية لعبة الاهلي انا بشوف في مرسيل كولر اكيد طبعا هو اللي هو كنت نظر فنية في حيط الملعب واحد قتف معاه في حاجة ان انا لعب عن المؤولين احسن ملعب ارضية السلام مشكلة السلام مش في العرض بتاعه انت عارف الطول بتاع الملعب يا محمد واحد لكن العرض بيختلف لان المساحات الارض يعني الفيفا بيدي مساحة ليه عرض الملعب مسلا في ستانفورد بريتج مسلا في لندن مزي كام نو كام نو اوسع كعارض يعني انا بشوف ان هو فكرته الاساسية الارضية نفسها الارضية مش كويسة ارضية ملعب السلام فانا مش متساوي الملعب فيه مشكلة هندسية في الارض نفسها فيه مشكلة هندسية فيه تتعدل وده فعلا اللي بيخلي كان تفتكر الاهلي ما كانش بيعرف يلعب كرة على الارض كتير كانش باهم الاستحواز في المؤولين هو ممكن يقبل ان الملعب ضيق بس الارض مستوية والارض الكرة بتجري عليها ولما برش نجيلة شوية بمية بيخلوني ألعب الكرة اللي انا عايز ألعبها فانا اعتقد وجهة نظري هي دي النقطة لكن هو اكيد عارب ان دي الملعب لما في بعض المباراة هيعمل ويوقف الجناحين بتوعه على الخط مش هيبقوا بنفس المساحة اللي هما بيعملوها في ملاعب الوسط عموما هو كلر بيعد الايام لغاية لما استاد القائرة يعد افتتاحه خلال الفترة اللي جاهة شكرا لك كريم وشكرا لحضراتكم مبروك للاهل اول ثلاث مقاطف البطولة الافريقية وعودة من جديد للمنافسة في الدور العام شكرا وإلى اللقاء